والعام نحن نعيش في مرحلة تقلبات مناخية كبيرة لعيشها العالم كما تعرفوا ويعرفوا كل إخوان نحن الجزائر موجودة في منطقة شبه جافة والسنوات الأخيرة هذه دخلنا بكل رانا نعيشه في مرحلة تقلبات مناخية كبيرة ونظن أول الناس اللي يحسوا بها هم المنتجين والفلاحين وعندنا تقريبا حوالي 4 أو 5 سنوات اللي خاصة في الاحين تع الشمال اللي هنا في الشمال تع الجزائر اللي بدينا نحسوا بها متيجة بما يسمى متيجة الكبيرة واللي نحسوا بالتقلبات المناخية هذه وهذه التقلبات المناخية هذه مرحشت على حساب الخباراء العلماء مرحش باش تمشي ولهذا باش نكون احنا قال وكما هو معلوم احنا الفلاحين نتعنا خاصة بالنسبة للحبوب وبنسبة غيرها من نعتمدوا على الفلاحة لتقلب المطارية وهذا اللي كان السيد رئيس الجمهورية في الجلسات نتعى الفلاحة في هذا خلال هذا اللي عندها تقلبنا الآن 7 أو 8 شهور من اللي درناها كانت مهمة جدا وكان فمحثة على أساس أننا ننتجه إلى خلق محيطات اللي تكون الماء متوفر فيها ولا ندروا التحويلات نتعى الكبرى نتعى المياه لها لأن الأماكن هذه تعلق إنتاجها من قدر وشن بدلوها وفي نفس السياق مشينا إلى الفلاحة في الجنوب نظرا للمورد المائي اللي متوفر وهذا الامكانيات نتعى بلادنا اللي هي مهمة جدا وكبيرة اللي لازم نستغلها باش نكون في مأمن من تقلبات المناخية هذه وحتى بالنسبة للظروف العالمية